وبمناسبة ذكرى معركة الكرامة التي علمنا فيها الأعداء درساً قاسياً من البطولة الأردنية والذين تم إذلالهم ودحرهم في ميدال الكرامة الأردنية وقهرنا وبحمد الله حين ذاك الجيش الذي كان يعتقد واهماً أنه لا يقهر وذلك بأيدي صناديد الجيش وأبطال النشامة الجيش الأردني في القوات المسلحة والذي لا يزال يؤكد حتى يومنا هذا بأن الثرى الأردني مقدس وطاهر وسيكون ذلاً وعاراً وراساً على الأعداء المتربصين والمنافقين والذين يتربسوا بهذا الوطن العزيز الغالي أما فيما يتعلق بخارطة الأردن فهي ليست مجرد حدود بل هي مفاتيح جهنم يرسمها الأردنيين بدمائهم وما صرح به معالي وزير الخارجية وعلى لسال الحكومة صرح معبراً عن موقف الأردن وما تفضل به سيد صاحب الجلالة بالأمس في ذكرى معركة الكرامة بأن الأردنيين وهذه المواقف توحد الأردنيين جميعاً للوقوف خلف القيادة الهاشمية المظفرة وكما أشرت بأن خارطة الأردن لا يرسمها إلا دماء الأردنيين وأخواننا الشعب القابض على النار في فلسطين وفي الفلسطين نحن في الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً داعمين دوماً لإقامة الدولة الفلسطينية الأردن عصي على كافة المؤامرات بقيادته الهاشمية التاريخية المظفرة وبالتفاف شعبه الوعي الواحد شكراً سعادة الرئيس شكراً